بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وليس الذكر كالأنثى صدق الله العظيم رب العز سبحانه وتعالى بيقول الرجل مش زي الأنثى طيب مش زي الأنثى في ايه احنا بنتكلم عن النسيج العضلي المرأة قلنا كتلت عضلاتها أقل من الرجل وان الرجل عضلاته أكبر وحدث يتقلنا مأساة أو فضيحة في أوروبا بالتحديد في ألمانيا الشرقية كتير من لعبات الأولمبيات أخذوا هرمونات التستستيرون بتاعت الرجال أو أخذوا كورتيزون علشان يبقى أداءهم أفضل ودي منعوها كمنشط من المنشطات أما بنقارن بالمجموعة من النساء والرجال في أداءهم الرياضي نجد أن الرجال لهم مستوى معين والنساء لهم مستوى لذلك ما فيش مطولة مفتوحة يعني نقدر نقول إيه بطولة الرجال والنساء في حمل الأسقال ما نقدرش لازم البطولة أو نقول التنافس يكون من تنافس في نفس الجنس يعني رجال مع رجال وأوزان نفسه فجم بعض العلماء خصوصا في زي ما بقول في الدنمارك والسويد عندهم عقدة كده لازم لا النساء زي الرجال فجابوا ستات قعدوا أو عضلاتهم بس طبعا بدون كورتيزون وبدون هرمونات ووزنهم كام وزنهم سبعين كيلو قالوا يلا خليهم ينشوف هيقدروا يرفعوا قد إيه لقوهم بعيد جدا عن مستوى الرجال اللي في نفس الوزن بالرغم إن النساء بتتضرب نفسها عدد التدريب اللي بتتضربوا الرجال ولكن نرجع نقول لهم وليس الذكر وكالأنذة دي ليها وظيفة وده دي وظيفة بنقول بعد الأولمبيات والمنافسة اللي حصلت فيها قالوا هنعمل إيه تمرينات عنيفة نرفع بيها نسبة الكورتيزون عند المرأة اشتغلوا على التمرينات دي من الرجال والنساء وجدوا إن حجم العضلة مش راضي يزيد عند المرأة بالدرجة بعض الناس يقول طبعا احنا في التلفزيون أحيانا نرى فيه ستات عضلات كده نقول هذه العضلات لا تنمو إلا بوجود كورتيزون أو وجود الهرمون التستستيرون اللي المرأة بتتحقن به وده طبعا بيأثر على الجسم كله وعلى وظائف النساء وبيخليها الست أشبه ما تكون بالرجال ولا يعازوا بالله فبنقول فلا داعي للمقارنة بين الرجل والمرأة النسيج العضلي في أعضلات المرأة والرجل مختلفين جدا الرجل نجد عضلاته نشفة نشفة يعني إيه بتحتوي على نسبة خمسين في المية نسيج أعلى من نسيج التاني بنسميه احنا عندنا في أنواع الأنسجة في نسيج أول ونسيج تاني النسيج التاني ده بيسمون نسيج السريع سريع يعني إيه يقدر يعمل حركة سريعة ما تحتاج سوكسوجين يعني العضلة تأدي وظيفة سريعة نزينا زينا قلنا واحد هيرمي أورس واحد هيرمي رمح واحد عينط نطة حاجة بتاخد وقت قليل جدا بس محتاجة قوة عضلية كبيرة جدا وجدوا المرأة لا مختلفة شوي بتمتلك النوع الأول من النسيج العضلي اللي هو البطيء فليها قدرة على تحمل تمرينات خفيفة لأوقات طويلة جدا ولذلك نقول المرأة تحملت أسية تتحمل أكثر من الرجل بمراحل ليه الرجل يقدي حاجة سريعة وعايز يرتاح لكن الست لا ممكن تبقى فعامل دقوب هو بسيط تقول لك من الصبح أنا قمت غسلت الموعين وطبقت وشلت وعملت ونظفت السجال وحمت العيال وعملت أعمال نقول مش صغيرة هي أعمال كبيرة جدا ولكن مفيش حمل عضلي كبير طول فترة اليوم اللي نم عندها هزة نوع النسيج العضلي إن عندها نسيج عضلي اسمه نسيج عضلي من النوع الأول يعني ما يجوا الناس يقرنه نقول لهم يا جماعة وإحنا اللي خلقنا الله الله هو الذي خلق الله الذي خلق جعل نسيج الرجل العضلي أكتر من النوع التاني ونسيج المرأة العضلي من النوع الأول نوع التحمل والرجل نوع القو طيب السرعة بين الرجال والنساء وجدوا النساء سرعتهم مهما زادت لا تزيد عن تسعين في المية من سرعة الرجال عاشرة في المية أقل من الرجال سرعتهم مهما كانت سريعة ولذلك برضو بطولات الجار يقولوا بطولة للنساء وبطولة للرجال ما ينفعش نقول النساء والرجال يجروا مع بعض ما الرجال هيكسبوا إن ربنا خلقهم أسرع ويمكن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم لمئات السنين أسرع إن كان موضوع الرعي والصيد الرجل كان يجري خلف الغزالة وخلف الرمح عشان يستعدوا فربنا أعطاه من القدرة على الجاري السريع نما المرأة جال سبتها بترعى أولادها فما بيبقاش عندها السرعة مش مطلوبة بالنسبة له وجود عضلات في الجهاز التناسولي عند المرأة تجعل الرحم يتقلص طيح نتكلم عن عضلات منها عضلة الرحم بيتقلص وينقبض لمساعدة المرأة على الولادة هذا الأمر مش موجود عند الرجل لو نظلنا الأربطة في جسم المرأة هنجد الأربطة أكثر مرونة من الراجل ولذلك بقى ما نقعد نقول العضلات هنا قوية طيب نيجي على الجانب الآخر طيب الأربطة عند المرأة أكثر مرونة مرونة ليه عشان تسمح بمرور الجنين أثناء الولادة عشان تسمح بحجم البطن النزيد أثناء الحمل عشان تسمح بالمشية أثناء الحمل في الشهور الأخيرة يبقى جسم المرأة ربنا خلقه بنظام أربطة مطاطة إنما الرجل أربطت جسمه أربطة صلبة أما نشوف اللاعبين واللاعبات نجد الرجل يحصل عنده قطع في الرباط الصليبي أو في الرباط الرجب المرأة نادرة ما يحصل عندها قطع في الرباط ليه؟ لأن أربطة المرأة أربطة مارنة أما نيجي نشوف كتف المرأة ويتحركه طبعا في بعض الأمراض هنتكلم فيها هنجد أن الرجل يجيله تيبس الكتف أكثر من المرأة أحبائي في الله في ختام هذه الحرقة لا يسعنا إلا أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونتذكر جميعا وليس الذكروا كالأنثى